في ظل جهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي نحو الاستمرارية والتوسع في تقديم الأعمال الخدمية للمجتمع المدني تم عقد بروتوكول تعاون بين التحالف الوطني ومؤسسة الصدقية للخدمات الثقافية والاجتماعية وضمها تحت مظلته للعمل والتعاون والتشارك بين مؤسسات الخدمية لتقديم قطاع كبير من الخدمات التنموية والأعمال الخيرية تفضل التحالف بقبول المؤسسة الصدقية والمؤسسة الصدقية ناشئة منذ ثلاث سنوات ولكنها على الأرض ودها وصول إلى جنوب الوادي إلى حميثرة وإلى أسوان وإلى قنى وإلى القاهرة في الأحياء الأكثر احتياجاً أيضاً الغرض منها قطاعات كقطاع الصحة، كقطاع الثقافة، التدريب، التعليم، إشاعة المنظومة الأخلاقية والقيم والحياة في وسط الناس كما تم عقد بورتوكول تعاون بين مؤسسة مصر الخير ومؤسسة الأرمان لتقديم الخدمات الطبية لأهل الصعيد وجنوب الوادي ودعم مرضى السرطان بنفخر أن نحن نوقع بورتوكول مع مؤسسة مصر الخير بخصوص دعم مرضى الصعيد لمرضى السرطان للعلاق في مستشفى شبه الأرمان في الحقيقة بنشكر مصر الخير لأنها هي هتكون مسؤولة عن دعم والصرف على هؤلاء المرضى البرتوكول ده مبني على التعاون للحالات الحرجة في مجال الأورام أن مصر الخير بتدعم الحالات الحرجة دي وبتحولها المستشفى شبه الأرمان أن هي تستفيد من العلاج المميز هناك وده نتيجة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي تحالف مبني على تكثيف دور المؤسسات المجتمع المدني مبني على المشاركة بين المؤسسات المجتمع المدني بعضها وبعض في عائد ضخم جداً هو بدل ما تكلفت أي إنسان يتحرك من جنوب الصعيد عشان يتعالج داخل القاهرة لا مستشفى شبه الأرمان اللي موجودة في لقصر في طيبة بتخدم سبع محافظات بتخدم الواد الجديد بتخدم سهاج بتخدم إنه بتخدم أسوان بتخدم طبعاً لقصر جنوب باسينة البحر الأحمر كل دي بدل ما تحمل مشقة موجود هناك مستشفى شبه إحنا في مصر الخير عندنا قطاع الصحة قدرنا الحد النهاردة نقدم أكتر من 11.9 مليون خدمة في مصر كلها عندنا برنامج كبير اللي إحنا بصدد توكية البروتوكول بشأنه النهاردة عندنا برنامج كبير لدعم المرضى هدف التحالف في توحيد جهود الجمعيات والمؤسسات الخيرية ساهم بشكل كبير في الوصول للفئات التي تستحق الدعم بالمحافظات وللأسر الأولى بالرعاية